قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش تصلي عن نبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد بس عاوز اعرفك ان فيلم النهاردة صرته مش مما قامكو طبعا بس علشان الفيلم لسه نازل وحبينا نقدمه لكم اول ناس من غير ما طول عليكم يلا نبدأ عظمة النهاردة بيبدأ الفيلم مع محارب ستوري اسمه هانو عايش حياة بسيطة جدا في ارض البربرة واللي هي بتكون وسط فقراء افريقيا بس مع ذلك بيكون في قمة ساعته لان مراته حب عمره موجودة جنبه لكن فجأة بيسمعوا طبول الحرب بتضرب والزعيم بيجمع كل رجالة الجيش وعلى رأسهم هانو وطبعا مراته المقاتلة المتوحشة معاهم علشان يتصدوا الهجمات الاسطول الروماني اللي بقيادة الجنرال اللي مش بيرحم اكاسياس العظيم واللي كان معاه عدد مهول من السفن والجيش علشان يبيدوا ارض البربرة ويسيطروا عليها اما كل جيش البربرة وقتها فبيتجمعوا علشان يقتلوا الاخر نفس دفاعا عن ارضهم وشرفهم وقبل ما تبدأ المعركة هانو بيبدل الخاتم مع مراته وبيوصيها تفضل جنبه علشان ينتصروا ويطلعوا من المعركة من غير خسائر وبمجرد ما جيش الرومان بيقرب من القلعة هانو بيقمر جنوده يرموا عليهم الكرات النارية الضخمة علشان تخلخل دفاعاتها وتدمر السفن بتاعتها لكن رد اكاسياس ساعتها كان جاهز وبيقمر الروماني غربلوهم بسيل من السهام اللي بتموت عدد كبير جدا من جيش البربرة في اللحظة دي اكاسياس بيقدر يستغل ضعف دفاعات البربرة وبيصطدم بالسفن بتاعته في الجدار وهنا بيقدر انه يبقى الطرف الاقوى وبيدخل القلعة وبيموته الجنود بسهولة لان جنود روماني في الوقت ده كانوا هم المسيطرين على العالم حرفيا بس مع ذلك هانو المحارب الشجاع بيمسك سيفه وبيفضل يموت في اي حد يقرب منه من ناحية التانية بتسنده مراته وبتموت عدد كبير بساهمها بس في اللحظة دي للأسف اكاسياس بيشوفها وبيقمر الروماني يضربوها سهم وبالفعل السهم بيخترق جسمها وبتموت تحت انظار هانو اللي بيبقى مصدوم جدا ومش قادر يصدق اللي حصل وقتها بيفضل ثواني كده كأنه فاقد الوعي لحد ما جندي روماني بيجي من وراه وبيضربه بحاجة على دماغه بيفقد الوعي تماما وبيرميه بعدها في البحر هنا بقى هانو بينزل للقاع بس وعيه كان فعالم تاني وبيشوف مراته ساعتها وهي بتركب مركب مع شخص ملامحه مش بينه علشان يوديها للجحيم ساعتها بيكون هانو في قمة حزنه ويأسه بس بعدها بيفوق وبيطلع من المية وبيتصدم لما بيلاقي نفسه متحاود بجسس رجالته بس هو مش بيركز في اي حاجة غير انه يودع جسد مراته بس وبعد ما بيقبضوا على المحاربين اللي لسه عايشين من جيش البرابرة بيبدأوا يولعوا في اللي ماته واللي كان من ضمنهم برضو جنود الرومان وكان في الوقت ده كاسياس في قمة حزنه على الكم الهائل من الجنود اللي ماته علشان بس جملة استنعها الحكماء وهي من اجل عظمة روما اما هانو واللي معاه فبيختموهم بختم روما وبينقلوهم بعدها على سفينة علشان يستعبدوهم في الوقت ده هانو بيلاقي الزعيم اتصاف في دراعه اصابة قوية وبيكرر يعالجه فبيشكروا الزعيم ساعتها انه كان قد سقطهم من يوم ما لقوه في الصحراء وهو صغير وكان خير عاوني ليهم وهنا بقى بنعرف ان هانو كان عايش في مصر وهو صغير وكان ساعت جدا وهو بيلعب كرة مع اصحابه بس فجأة بيدخل عليهم جنود الرومان يموته في كل الاهالي فبيجري ساعتها علشان يعرف امه بس ما بيبقاش قدامها حل علشان تحميه غير انها تخليه يهرب من البلد كلها وبالفعل هانو سمع الكلام وخاض الحصان وهرب وهانو بتبقى على بيوت الناس اللي بتولع وراه والدمار اللي بينتشر على ايد الرومان وده سبب كفاية جدا لكره الكبير ليهم تاني يوم على طول بيوصل اكاسياس الاراضي الرومانية واست احتفال كبير من الناس وعلى رأسهم الاخين حكام الدولة واللي كل اللي هم عاوزينه ان روما تسيطر على كل بلاد العالم بالقوة والسيف وبما ان اكاسياس بينفز كل طموحاتهم بيقولوله انهم هيعملوله احتفال كبير جدا يليج بانجازاته بس وقتها اكاسياس كان متأثر بسبب رجالته اللي ماتوا بسبب طمع الحكام وبيرفض انهم يعملوله حفلة وبيتحجج انه عاوز يتطمن على مراته اللي هي تبقى لوسيلة بنت الامبراطور السابق وكانت مرات المحارب العظيم موكسيس اللي حارب كتير علشان يرفع راية الحرية لشعب روما قدام التغاه اللي كانوا عاوزين يدمروا سمعتها وشعبها المهم ان دلوقتي الحاكم الاكبر بيرفض طلب اكاسياس وبيقوله انه لازم يكرمه وهيكرمه تاني وتالت بعد ما ينفس خطته ويفتتح بلاد فارس والهند وفي وسط الكلام بيحط السيف على رقابته علشان يهدده انه لو منفسش اوامره هيعتبره من المتمردين وهيخلص عليه وهنا بيتطر اكاسياس انه يوافق على اوامر الحاكم على الناحية التانية بيلاقي هانو ورجالته تنقلوا الارض المصرعين اللي فيها بيحدد المقاتل مصيره بسيفه والمكان ده اللي بيرقسه هو الده يا ماركو الافريك اللي اتنقل لروما وغير اسمه وكان واحد من اتباع الامبراطور السابق في الوقت ده ماركو بيرمي هانو ورجالته في ساحة المعركة قدام ملايين من اهل روما اللي بيعتبروا ان الكتلات دي هي اللي بتحقق عدالة الالهة بس فجأة بيدخل على هانو ورجالته قرود مهجنة قوية جدا واللي ما يعرفوش معنى الرحمة واول واحد فيهم بينقض على الزعيم لانه قرر خلاص يني حياته واقعد على الارض علشان الارض يكله اما هانو فبيهجم على الارض نفسه بكل قوته بيرزعه في الارض وبيفضل قاعد على الارض وبيتعامل معاه بنفس طبيعة الارض المتوحشة لدرجة انه بيمسك ايده يعضها بكل قوته والسلسلة اللي هانو كان مكتف بيها من ايده بيلفاه على رقبة الارض وبيخنقه بكل غضب لحد ما بيخلص عليه ساعتها طبعا ماركو اعجب به جدا وشاف فيه المقاتل اللي يقدر يظهر قوته من خلاله وعلشان كده تاني يوم ماركو بيقمر رجالته يجيبه كل المقاتلين وعلى رأسهم طبعا الفارس الشجاع هانو وبيقنعهم مساعد ماركو ساعتها ان المصارعة هي اللي بتحرر العبيد وبتصنع ابطال وبيختار منهم صفوة المحاربين علشان يضمهم لفريق ماركو واللي هيراهن عليهم بعد كده في القتالات اللي هيدخلوها بعدها هانو بيدخل يوعد على ترابيزة الاكل وسط اعتى المحاربين واللي بيفضلوا كلهم يعملوله اصوات ارود علشان يستفزوه بس هو بياخد الموضوع بهزار وبيضحك معاهم بعد كده بيستدعيهم ماركو بنفسه علشان يقابلهم وساعتها بقى بيختار منهم هانو علشان يدخل في قتال مع المساعد بتاعه اللي وقتها بيجيب قبضة حديدية لهانو يلبسها بس بيرمهاله في الارض قدامه ولما بيرفض هانو يهين كرامته ويوطي يجبها بيوجه له المساعد ضربة قوية جدا في وشه في اللحظة دي الغضب والغل بيسيطر على هانو وبيأكل المساعد علقة موت وبيحرجه قدام كل اللي موجودين اما ماركو فبيكون في قمة ساعاته طبعا لانه اخيرا لقى ضلته في هانو وهو الوحيد اللي بيدخله بعد القتال وبيقوله انه معجب به جدا ومحتاجه يبقى المصارع بتاعه في الوقت ده بيوافق هانو لكن بشرط انه بعد ما يحقق له اللي هو عاوزه يسلمه رقبة الجنرال اكاسياس وقتها بيوافق ماركو على طلبه وبيطلب منه بعدها يجهز لأول معركة على الناحية التانية بنشوف اكاسياس كان قاعد مع لوسيلة وبيتكلم معاها عن ظلم الحاكم فبتؤمر لوسيلة الخادمة تمشي فورا وده علشان ما تعرفش انهم عاملين تنظيم سري من اتباع ابوها الامبراطور السابق علشان يعملوا انقلاب على الحكم بسبب ظلم الحاكم المهم تاني يوم ماركو بياخد البطل هانو معاه وبيروح الاحتفال اللي عامله الحاكم وهناك بيتراهم مع واحد من مجلس الشيوخ واللي معامه القاتلين من النخبة برضو انه يخلي واحد من المحاربين بتوعه يقتله هانو وطبعا بعد اللي شافه ماركو من قوة هانو بيراهن عليه بقلب جامد وقتها الناس كلها بتوسع وبيدخل هانو في القتال مع المحارب اللي قدامه واللي بيقوله ساعتها انه مش عاوز نهايتهم تبقى الموت من اجل تسليهة الرومان لكن المحارب بيرفض الكلام وبيهجم على هانو فبيضطر وقتها هانو انه يطيح بيه وبيرزعه في الترابيزة بس رد المقاتل قنقوي جدا وبيشيل هانو يكسر به الترابيزة كلها بكل قوته في اللحظة دي بيقوم هانو اسرع وبيمسك سيف ويخلص على خسمه وسط زهول كل اللي موجودين وعلى رأسهم الحاكم الاصغر اللي بيحاول يقرب ساعتها من هانو علشان يتنمر عليه لكن هانو بيفاجئ كل اللي موجودين بجملتين شعر يوناني كان فيهم اساقة جديدة للحاكم وعلشان كده فورا ماركو بيعتذر للحاكم وبياخد هانو وبيمشي فورا ولما بيرجعوا بقى السجن بيروح يديله عملتين من الدهب مقابل يعني انه غامر بحياته وبيسأله اتعلم الروماني فين فبيقوله انهم كانوا قصروا جندي يوناني زمان علمهم الشعر وبعد كده خلصوا عليه المهم في نفس اليوم بالليل لوسيلة واكاسياس بيتجمعوا بالمجلس السري وبيبدأوا يحطوا خطة للانقلاب واللي هيكون القائد بتاعها هو اكاسياس اللي هيدخل بجيش مكون من خمس تلاف جندي ويقبض على الاباطرة علشان يرجعوا الامل للناس ويجيبوا حق ابو لوسيلة المحارب العظيم اما في اليوم اللي بعده ماركو بياخد المقاتلين بتوعه وبيروحوا وادي كده المدخل بتاعه فيه تمثال لزئب كبير وما بيبقاش حد منهم كلهم عارف عنه حاجة غير هانو اللي سمع عن المجازر اللي عملها الزئب ده في اهل الوادي علشان يحمي اطفاله وبيكون الوادي ده اللي بيعيش فيه متعهد المحاربين ساعتها ماركو بيروح له يتراهم معاه مرة تانية بس المرة دي بيتمعه وبيعلي المبلغ وفي المقابل الراجل ده كان عاوز يكسب علشان ثقة الحاكم متقلش فيه خصوصا ان الكتال هيبقى في حفل التكريم الجنرال العظيم اكاسياس ولوسيلة وبمجرد ما بيدخل هانو ورجالته ساحة المعركة بيتفاجئوا ان المقاتل اللي قدامهم راكب خرتيت ضخم وبيهجم عليهم كلهم يطيح فيهم وبيسيطر على القتال ومفيش حد كان عارف يهرب منه اما بطلنا هانو فبينلاقيه قاعد في الارض كده وبيمسك شوية طراب في ايده وبيستنى المقاتل يهجم عليه بالخارتيت بس وقتها بيرمي الطراب في عينه ساعتها بياخد خبطة قوية جدا من الكارتيت بس طبعا فدى انه يتخلص من الخارتيت ويقاتل المحارب بنفسه وقتها بيفجئوا المحارب بقوته الكبيرة وبيقدر انه يوقع هانو قدامه على الارض وسط فرحة الجمهور بالمحارب الروماني وكمان في الوقت ده الحاكم بيشاور للمحارب علشان يجبر هانو يستسلم بس طبعا هانو مقاتل عنيد ومرة واحدة بينقدع المحارب يطعنه بالسيف في بطنه وبيمسك سيف كمان وبيطير بيرقابته من غير اي رحمة وهنا بقى لوسيلة بتسمع الحاكم الاصغر كان بيقول ابيات الشعر اللي هانو قالها لي وهنا القدر بيكشف لها عن مفاجأة ما كانتش تحلم بيها وده لان الشعر اللي قاله هانو كان بتاع موكسس وكمان حركة التراب دي كان موكسس هو اللي بيعملها ساعتها بتفتكر اليوم اللي موكسس مات فيه وهو بيحاول يدافع عن سمعة روما ويحمي ابنه من الطغاه وعلشان كده قررت تهرب هانو واللي هو يبقى ابنها الحقيقي وبتقوله يخليه فاكر انه هيبقى امير روما لما يكبر وما بتكونش وقتها مصدقة نفسها من الفرحة طبعا ان ابنها رجع لها بالصدفة بعد السنين دي كلها في الوقت ده بنلاقي راجل كبير كده شغال طبيب للمحاربين كان بيداوي الجرح الكبير اللي في ايد هانو وبيبدأ يحكيله عن بطولاته زمان لما كان مصارع بس قرر مع تقدمه في السن انه يداوي جراح المحاربين بدل ما يبقى سبب فيها ومن اللحظة دي بقى هو والطبيب اصحاب المهم بعدها لو سيلة بتستدعي ماركو للقصر عندها علشان تتأكد جاب هانو منين بس طبعا مش بتخص هانو بالسؤال علشان يعني ما تكشفش قدامه وتاب يقول لها ماركو ان كل المقاتلين بتوعه من المشردين وقصر الحرب بس ماركو الداهية ده كان عاوز يعرف سبب سؤالها علشان كده عزم زميله بتاع مجلس الشيوخ عنده في البيت وفضل يشربه كحل كتير جدا علشان يعرف منه حكاية لو سيلة وبيتفاجئ ساعتها ان كان عندها ابن هرب وهو عنده 12 سنة وما تعرفش عنه اي حاجة لحد دلوقتي بالليل بقى لو سيلة كانت متلهفة جدا انها تقابل هانو وبالفعل بتروح لرئيس المجلس السري وبيدخلها الزنزانة بتاعته تتكلم معاه وقتها بتفكروا انها امه وابوه الحقيقي يبقى المحارب الاستوري موكسس واسمه الحقيقي لشيس لكن وقتها بيرد عليها بكل غضب وبيقول لها انه كان متجوز ومراته ماتت على ايد جزها اكاسياس ومش هيرتاح اللي لما يخلص عليه اما بالنسبة لعلاقتهم ببعض فبيقول لها ان الولد الصغير مات زمان لما سابطه الوحده يعاني في الحياة وبيزعق لها بطريقة مرعبة وبيتردها من الزنزانة ساعتها بترجع لو سيلة لأكاسياس وبتقوله انه هانو يبقى ابنها ومش عاوزا يضيق منها زي مضاع زمان وبتطلب منه انه يساعدها علشان ما يموتش في المعركة الجاية بس للاسف وقتها الخادمة بتسمع كلامهم من غير ما ياخدوا بالهم تاني يوم بقى هانو بيبقى بيتمرن مع اصحابه وساعتها مساعد ماركو بيصخر منه بس بيتريع عليه هانو بيضحك كل زميله عليه فبيتضيق المساعد وبيؤمر المحاربين يوقفوا تمرين بالمجديف وبيخلي هانو يكمل تمرين لوحده وقتها هانو بيتضرب لوقت طويل جدا من غير مشكلة بس مرة واحدة ايده بتتفتح وبيضطر يوقف في الوقت ده الطبيب بيروح يدوي الجرح اللي في ايده وبينبهوا ياخد باله من نفسه في الكتال لانه هيبقى تحت الانظار ده غير كمان انه هيبقى مستهدف بس هانو بيطمنه وبيقوله ان عامل حساب كل خطوة بياخدها بعدها على طول بيدخل هو ورجالته يركبوا السفينة اللي هيدخلوا بيها المعركة قدام عدد كبير برضو من جنود روما وكان تحتهم سيل من اسماك القرش الجعانة وطبعا اللي هيقع في المياه هيكون مصيره الهلاك وبمجرد ما بتبدأ المعركة بيهجم هانو ورجالته على سفينة الخصم وبيبدأوا يكسروا المجاديف بتاعتها وبيفضلوا بقى يتبادلوا اطلاق السهام من الطرفين وطبعا بسبب كمية السهام دي بيموت عدد كبير جدا لحد ما هانو بيقمر رجالته يلفوا السفينة وبيصطدموا بسفينة الخصم بيقسموها اتنين وبيدخل عليهم بسيف ويموتهم واحد ورد تاني بس مرة واحدة بيمسك كوس وبيضرب سهم في اتجاه أكاسياس علشان ينتقم منه بس للأسف السهم مش بييجي فيه ساعتها محدش من الاباطرة بياخد باله ان هو اللي ضربه وبعد ما بينتصر هو ورجالته في المعركة كلهم بيقولوا ان هم اللي ضربوا السهم وساعتها ما بيقدروش يعقبوا حد فيهم بعدها بقى الخادمة بتروح لمجلس الشيوخ تقولهم علي سماعته بس بيتفاجئ في نفس اللحظة ان ماركو جيله بعد ما انتصر عليه وكسب رهان الاصر منه وبدل ما يخليه يسيب الاصر بيكسب ولائه وبيقولوا انه عارف موضوع الجماعة السرية اللي عاوزين ينقلبوا على الحاكم وبيأمروا ان يخليهم يهجموا بالليل وينفزوا خطتهم ومن الناحية التانية بيروح ماركو يبلغ الحاكم بموضوع التمرد وطبعا الحاكم بيأمر رجالته يموتوهم كلهم ويقبضوا على طول على أكاسيا سولوسيلة ساعتها الحاكم بيغضب جدا وبيأمر رجالته يخلصوا عليهم علشان يبقى عبرى لأي حد يفكر يتمرد على حكمه لكن هنا بيجي دور الشيطان ماركو اللي بيكرر ينفز وعده لهانو خصوصا بعدما الحاكم حط ثقته فيه وخلى الجنرال القادم للجيش مكان أكاسياس والوعد ده بينفزه لما بيغضع الحاكم وبيقوله انه يسيب مصير أكاسياس للآلهة المهم تاني يوم بيلاقي الطبيب قاعد يتكلم مع هانو وفجأة بيبص هانو على الجدار اللي مكتوب عليه أقوى المحاربين وبيلاقي اسم واحد منهم مشتوب فبيعرفوا الطبيب وقتها انه اسم موكسيس العظيم اللي ضحب حياته زمان علشان يحمي أهل روما من الظلم وبيكرر الطبيب وقتها ياخده لمكان مكبرة موكسيس واللي هناك بيلاقي السيف والدرع الحديد بتاع أبوه في اللحظة دي بتتم محاكمة أكاسياس قدام كل أهل روما اللي كان في نظرهم وقتها انه شخص خاين وبيدخل ساحة المعركة قدام خمس مقاتلين لوحده بس وقتها أكاسياس بيفاجئ الجميع وبيقدر يخلص عليهم كلهم بكل سهولة هنا بقى بنيجي للمعركة المنتظرة بين أكاسياس وهانو اللي كان عاوز في الوقت دا ينتقم لموت ميراته تحت أنظار الخوف من لوسيلة اللي كانت خايفة تخسر حد فيهم وطبعا بتتصدم وهي شايفاهم بيدربوا بعض بكل قوتهم بس بعدها أكاسياس كان بيحاول يهرب من غضب سيف هانو بكل الطرق بس مع ذلك هانو كان محارب نبيل وكان كلما السيف بيقع منه بيخليه جيبه وبيهجم عليه مرة تانية لحد ما في النهاية قرر أكاسياس يستسلم وبيرقع قدام هانو وبيقوله أنه مجرد جندي مخلص لروما وما يقدرش يعمل حاجة غير تنفيذ الأوامر وبيعترف له كمان وقتها أنه كان صاحب موكسيس أبوه وتجاوز لوسيلة من بعد موته علشان يحميها من سيوف الطمعين في اللحظة دي بقى الحاكم بيشاور لهانو علشان يقطع رأبة أكاسياس لكنه بيرفض وبيرمي سيفه هو كمان وقتها بيغضب الحاكم وبيؤمر الرماي غربلو أكاسياس بالسهام لحد ما يخلصوا عليه بس الحاكم وقتها ما يعرفش أنه كتب نهايته بإيده لأن هانو بيستغل الفرصة وبيقول للشعب أن دي معاملة أباطرة روما مع أبطالها وأنهم ملهمش أي قيمة فبيرد عليه الحاكم بكل غضب أن ما فيش حد يقدر يقف قصاد مصلحة الآلهة لكن وقتها الشعب كله بيصور عليه وبيحصل انقلاف في كل شوارع روما بيطلبوا بقتل الحاكم فورا المهم بالليل بيروح ماركو لهانو الزنزانة وبيستغرب ليه ما موتش أكاسياس وكأنه واحد من الرومان المخلصين ليه وده طبعا علشان يثبت له أنه كشف حقيقته ومع ذلك بيعرفوا أن الآلهة بعثته كأداة يستخدمها في الوصول للحكم وهيفضل تحت تصرفه بس بيرد عليه هانو وقتها وبيقوله أنه روحه هتطلع على إيده بعد كده بيروح ماركو أصر الحاكم وبيستغل أن الأخ الأكبر بيتهم أخوه أنه هو السبب وبيضربه وهنا كانت الفرصة المناسبة لمركو علشان يوقع بينهم ويخلي الأخ الأصغر يخلص على أخوه وكمان بيساعده علشان ما يحسش بالزنب تاني يوم بقى لوسيلة بتدخل زنزانة الهانو في السر بعد ما تأكدت أنه عرف الحقيقة وبتكرر تديله خاتم أبوه فبياخده منها يلبسه جنب خاتم مراته وبيعتذر لها كمان على الطريقة اللي كلمها بيها وبيوقيتها قبل ما تمشي أنه هيحقق الحرية والنصر لشعب روما ودي كانت نفس الكلمة اللي قالها أبوه في آخر معركة ليه في الوقت ده الحاكم الأصغر بيعين ماركو المسؤول الأول عن الإمبراطورية واستصادمة من الجميع خصوصا لما بيطلع من شنطته راس الحاكم الأكبر وبكده يكون حقق مطالب الشعب وكلهم هيدعموه أما مجلس الشيوخ فبيضطروا هما كمان يأيدوه وده لأنه بيهددهم أنه هيقطع راس اللي بيعرضو على الناحية التانية هانو بيعمل خطة علشان ينتصر في معركته ضد الظلم وساعتها بيحط ثقة كلها في الطبيب بيديله خاتم أبوه يوديه لقائد الجيوش وبيقول له اسمه الحقيقي اللي هو لاشيس علشان يعرف أن أمير روما الوريس الشرعي للحكم رجع ويجي بالجيش بتاعه علشان يساعده بس قبل الطبيب ما بيمشي هانو بياخد منه مفاتيح كل الزنزانات بعدها على طول الطبيب ما بيكذبش خبر وبيجري بسرعة يروح لمكان الجيش بيسلم الخاتم للقائد وبيعرفه برجوع الأمير وفورا القائد بيلم جيشه وبيرجعه في طريقهم للألعة على طول في الوقت ده ماركو قرر يخلص من هانو وخلى المساعد بتاعه يديله سيف خشب كده يقف بيه قدام عدد كبير من نخبة من المحاربين لوحده علشان ينقص حياة لوسيلة أمه بس ساعتها كل الحراس بيقعوا في فخ هانو وكل المحاربين بيطلعوا من الزنازل يخلصوا عليهم في لمح البصر أما هانو فبيطعن المساعد بالسيف الخشب في رقابته بكل قوته لحد ما بيخلص عليه بعدها بيبدل السيف الخشبي بسيف العظيم موكسس أبوه والدرق المتين بتاعه وفي اللحظة اللي بيسلبه لوسيلة فيها بيبقى هانو واقف قدام تمثال جده الامبراطور وبيشجع رجالته علشان يرجعوا شرف روما ويخلصوها من الظلم والطغاه اللي بيستمتعوا بمنظر الدماء بعد كده بيدخل بطوله يقف وسط المحاربين وكل الناس وقتها بيفكروا انه هيموت المرادي لا محالة بس رجالة هانو كان لهم رأي تاني طبعا وبيهجموا على المحاربين بكل قوتهم وبيهجموا على المحاربين فجأة يخلصوا عليهم من غير رحمة وكمان الشعب بيصور على الرماء وبيفضل يرميهم من فوق المدرجات ولما ماركو بيشوف اللي بيحصل ده بيخلص على الحاكم وبعدين بيعرف ان جيش روما جاي في الطريق فبيؤمر قائد الجيش بتاعه يقابلهم في الطريق ويخلصوا عليهم بس في اللحظة اللي كان خلاص هانو بيفك اليوسيلة فيها بيمسك ماركو كوس وبيسوب عليها سهم بيخلص عليها بعدها على طول بياخد حصانه وبيروح يقود جيشه في الحرب بس وقتها هانو بيقرر يجري وراه علشان ينتقم لأمه اللي ماتت قدام عينيه بس هانو علشان عارف خطة ماركو في السيطرة على روما وهو انه يموت اكبر عدد من الجنود بيكشفه قدام الجيشين وبيتحداه في قتال بينهم القتال ده هو اللي هيحدد الامبراطور القادم بدل ما الجنود يموتوا بسببهم فبيضطر وقتها ماركو يوافق خصوصا لما بيلاحظ ان جيشه اقتنع بالكلام بس ساعتها بيتفاجئ ان هانو بيجري عليه بالحصان وبينقد عليه بكل قوته يوقعه في الارض وبعد كده الاتنين بيدخلوا في قتال ملحمي وضربه من هنا على ضربه من هنا لحد ما ماركو بيقتنع ان هانو اقوى منه وعلشان كده بيمسك تراب بيرمي في عينيه وبيفضل بعدها يضربه بالرجل لحد ما بيوقعه في المياه وبينزل عليه بالسف بتاعه ويتعنه في بطنه لكن يشاء القدر ان الدرع اللي ما قدرش يحمي ابوه زمان يحمي دلوقتي وفي نفس اللحظة بيشوف مراته معدية من قدام عينيه وبيتأكد انها ما ماتتش هضر وانها كانت سبب علشان يبقى امبراطور روما العظيم وعلى طول بيمسك حجر من القاع وبيقوم ينقض على ماركو ويدربه بيه على دماغه بكل قوته وبياخد السف من ايده يخلص عليه ويخلص الناس من شره وفي النهاية بيوقف بين جيشه وجيش ماركو وبيقولهم ان عصر الاستبداد وسفك الدماء انتهى وهيبتدي عصر السلام اللي جده ابوه حربه وضحوا بحياتهم علشان يحققوه وقتها كل الجنود بيفتخروا بهانه وبينصبوه امبراطور جديد ليهم والشعب كله بيحتفل بيه اما هو فبيفضل عايش على ذكرى امه وابوه ومراته اللي ماتوا كلهم في سبيله انه يبقى الامبراطور الاعظم في تاريخ الدولة الرومانية وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام